السلام عليكم ورحمة الله معكم أخوكم ذاقل اليوم رح نشرح عن برنامج في بعض الناس يستعملونه كعمل في بعض الناس أغلب الناس يستعملونه كشات طيب يجي واحد يقول لك العمل في شات أكيد عمل وضاك شات العمل صح يرسل شات ويرسل برودكاست لكن يرسل في العمل في اجتماء في مديوش في كاتا كذا كذا لكن كشات يعني يرسل برودكاست عزيزي نكت سخيفة يعني حاجة زي كذا طبعا ما نقول في بعض اللحظة هناك طبعا كلها وفي بعضها نكت لكن في بعضها فائدة في بعض الناس يجب من يدعى وتستفيد من الدعاء طبعا برنامج البي ميسنجر هذا هو في مسنجر أولا مثلا خلينا نقول مثلا مثلا أما مستخدم جديد يعني في واحد بيطال الفيديو إذا هو مستخدم جديد راح يلاقي هنا يلاقي مستخدم جديد لا يوجد قروبات طبعا سوف نقول لكم كيف تفعل قروبات بس على برد ما نوصلح إن شاء الله طبعا برنامج يجب أن تتواصل من بمسنجر يعني لا يحدث من بمسنجر إلى بمسنجر يعني مثلا في عندي آيفون آيبود بلاك بيري ما أدري والله آيباد حتى الآن ما أدري في بمسنجر ولا ما في والله ما أدري طبعا في كل جهاز في كل جهاز في العالم منزل فيه بمسنجر سيعطي كود وكل الأكواد مختلفة حتى لو إن شاء الله برقم ومهم أنها مختلفة كل الأكواد مختلفة ف يعني تعطيه خويك واحد من أخوياك أو اللي عنده البرنامج في البلاك بيري أو في الآيفون أو في الآيبود إذا كان ما أدري في الآيباد إذا موجود ما أدري و تقدر ويضيفك هو أو أنت تضيفه يعطيك الرقم حقه ويضيفه من عندك كيف كيف تضيفه واحد من فوق طبعا الشاشة هذي طرح طور فوق تلاقي علامة الزاد كما تشوفون تضغط عليه بيطلع لك باي بايامي دي ولا باي باي إيميل ولا باي فيسبوك تقول باي بايامي دي تكتب الرقم آسف تكتب الرقم الكود حقه مثلا هذا الرقم أي رقم أنا حقيت تسوي دون ترجع لباك تلاقي موجود في طلالي جروب جديد اللي هو ويتينج يعني انتظار يستنى الرد أو يستنى أو يستنى أنه يضيفك عنده أوكي أنا ما أبغى هذا الإنسان مثلا ضفته بس عشان أعرف من هو أنا ما أبغى تسوي لي قلق مثلا أو أي شيء يعني ما تبغى تدخل على السهم مثلا هنا السهم موجود كما تشوفون تدخل عليه تسوي ديليت كونتاك أوكي 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 راح نقول لكم الحين كيف ترسل برودكاست ديما تشوفون رايقونا هذه كانها كده زي الورقة محطوط فوق القلم هذه زي الورقة أو البروازة أو الله ما أدري وشي أخطوط عليها القلم وتضغط عليها عندما تشوفون تضغط عليها يطلع لك كده يطلع لك ناس وكل قروب يطلع لك في أي واحد مثلا عندك ناس كثير ما تبغى تقول شوية ترسل واحد وواحد وواحد مدري وشو تتول من هنا هيا تشوفون select all أصبروا select all تضغط على select all وقام نسي 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 تنزل تكتب في بودكاست التي تتبغى كده مبارس اي شي وترسله عبر سنت كتب سنت وترسله عبر سنت لا نظل اخصوصيات سوف نقول لكم كيف تغير الاسم الذي يظهر الموجودين عندك من هنا انظروا هذا هو سوف نغير الاسم مثلا نكتب مكتب ماذا كتبت غيرت الاسم الى هذا الاسم المكتب طبعا مكتب اذهب الى الشاتس هنا مكتب شاتس تحت هنا تنزل تحت تكتب شاتس الشاتس انك تتكلم مع واحد اي واحد موجود عندك ويطلع لك هنا مثلا راح نروح اي واحد مثلا هذا وراح اكتب له اي شيء بالعربي تكتب اي شيء بالعربي تكتب اي شيء بالعربي بطلع لك ويطلع لك يطلع لك مطلع لك يطلع لك يطلع لك يروح لك بلون الاخضر هذه راح نتكلم عنها بعد شوية مثلا هذا هو صورته ويطلع لك ايضا اضغط 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 خمسhis اضغط غنظة اضغط ويطلع ويمسه الشجخة اضغط اضغط اسمع متضع لكم عملون بصورة وضع بقريبات اضع بقريبات انا لم يصل جيدا مو لازم يعني ما حبنا الشرط ستنك بيجي اول شي يور بايامي دي الرقم حقك انا رقمي هذا هو E2460B12 اللي حابي يغيفني النام تقدر تغيره انا اسمي ذا ابل تغيره وتضغط عليه كده تمسح تكتب اي شيئ مان ما خطر این اروه مبازي مبازي إذا تزاف مبازي مبازي الوسط طبعا الـ difficult و الـ waiting ما تقرر تحدثهم انا اللي مسوي اللي هو الـ group family friend job طيب عندها تقرر تضيف group بعد تقرر add a group تكتب name نكتبه بالانجليزي نكتب مثلا نكتب مثلا group تقرر اخبره group اسمه المسم في المسم من المسم تقرر edit delete ثم ترجع الـ setting اكتب الصورة icon اختلف اي صورة ثم تختلف اي صورة تبغى هذي مثلا اي شي فيسبوك تبغى تسوي حسابك تحط حسابك هنا ال back ground ايش تبغى الخلفية حق اللي هي الخلفية هذي خلفية اللي هي اول ما تدخل على واحد تلاقي هذه الخلفية مثلا ترى ايش تبغى تكفت تبغى تحطها اي خلفية مثلا انا ابغى هذه الصورة زي ما تشفون هذه تبغى تحطيها طيب ميسج فونت ايه حطوا على اريال لا تغيروا هذي اللي هي اللي هي بشوية اتوقلكم عنها انكومنج مسج وال اتاكينج مسج انكومنج مسج يعني العسالة اللي تجيك اشتبعونا زيل مقب شوية وريةكم باللون الاخضر اللي طلع لي اللون الاخضر اللي هو الشات يعني اللي هو اتاكينج مسج اللي انا ابارسله اياها مش لون الخط يعني هالي كما تشوفون دقيقة مثلا هذه انا مثلا ابارسله شي كذا بيطلع الايقونة حضرة زي ما تشوفون الحضرة هذه مكتوب فيها وبعدين خضرة اوه قل لي اشتبغاها لونها انا ذا الحين راح اوريكم انكومنج مسج اللي رسالة اللي رسلها لك الشخص انا حطيت هذا اللون تفيه الوان قتير انا حطيت هذا اللون اتاكينج مسج اللي طبعا ايش انت رسلها انا اخترت هذا اللون طبعا كل واحد لهه لون خاص اللي يبغى الدنيا اذواء يقلي ويحط هاي لون يبغى اه 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 طبعا الاموجي اذا تبغى ما تبغى تحط اوف تبغى هذي الباقية خلها لحالها ما لا تسوي اول ما في ديك طبعا كلها اون لا تسوي فيها لا تسوي اوف ولا شاي خلها على الاموجي اللي تحت لا تتمسك خلها بما قلنا لكم و بس ارجو ان يكون هذا الفيديو حاز على لباكم السلام عليكم